سلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد ياهلا ويا مرحبا بالجميع بعد أكثر من ثلاث أسابيع على إصدار مستودع يوسف أمير وبعد أكثر من خمس مهمات جديدة لسرقة السيارات الرياضية من مختلف الأماكن بالمدينة اليوم وبهذا الفيديو بنتكلم عن مستودع يوسف أمير وعن ليش هو يعتبر من أسوأ التجارات باللعبة وأكبر خيبة أمل من تحديثات روكستار فنطول عليكم بالمقدمة وننتقل مباشرة للموضوع وقبل ما يقارب الشهر من الآن روكستار نزلوا هذه الصورة وقالوا أنه فيه تحديث جديد قادم للأونلاين وأن هذا التحديث بيجيب شخصيات قديمة ومعروفة من النسخة الماضية من سلسلة جي تي اي بمعنى ثاني يوسف أمير الشخص المشهور من جي تي اي آيفي بيرجع ييجي لجي تي اي أونلاين وبنسوي معاه التجارات الجديدة والناس اتحمسوا وقالوا أخيرا روكستار بتسوي شيء كويس ويرجع شخصيات قديمة للعبة فالناس صاروا يلعبوا لفترات أطول عشان يسووا مهمات ويجمع فلوس لهذا التحديث وللمركبات والأسلحة والملابس الجديدة اللي بتنزل معه وهذا اللي يقول أربع ملايين تكفي والثاني يقول أتوقع بيكون شوي أغلى وخمس ملايين تكفي واختلفوا على الآراء وكم لازم تجمع عشان تشتري التجارة أو المستودع الجديد الخاص بيوسف أمير ويوم نزل التحديث مباشرة كل الناس راحوا لموقع التجارات واتفاجأوا بأن السعر المستودع مع كل التعديلات يوصل لخمس ملايين وستمية وتسعين ألف واللي هو سعر جدا مرتفع على مستودع صغير مثل هذا بما أن المستودع سعره غالي فعلى الأكيد إنه بنقدر نطلع منه فلوس كثيرة عشان نعوض المبالغ اللي دفعناها على هذا المكان ويوم تروح أول مرة بتقابل يوسف أمير واللي شايل باليد الأولى سلاح ومشروب باليد الثانية وبيجلس يقول لك كيف أنه فرحان بسبب رجوعه للعبة وبسبب أنه بيقدر يكمل مجموعة المركبات اللي عنده من خلال سرقة بعض السيارات الرياضية من لوسانتوس لكن وعشان تبدأ هذه المهمات لازم تستعمل كمبيوتر قديم ومن أيام التسعينات واللي على الأغلب إشارة عن كمية الفلوس اللي بتكسبها من هذا المكان ويوم تدخل على كمبيوتر بتلاحظ أنه عندك ثلاث سيارات ومرتبين من الأغلى إلى الأرخص وتقدر تختار أي واحدة فيهم عشان تبدأ التجهيزات وتروح تجيبها واللي هي عبارة عن مهمتين أساسية مع اثنين أو ثلاثة من التاسكات الأساسية بمجموع أربع أو خمس تجهيزات لكل سيارة ويختلف عدد المهمات على حسب مكان السيارة وكم سعر هذه السيارة فبتروح ويند فرحان وتجيب أول سيارة وترجع تجيب ثاني سيارة وتسوي كل المهمات وتجيب السيارة الثالثة والأخيرة وبكذا يكون المستودع صار جاهز وعندك ثلاث سيارات وتقدر تبيع كل وحدة بسعر ما بين ميتين وخمسين ألف إلى أربعمية ألف تقريبا على حسب نوع السيارة اللي عندك فتشغل المحرك وتطلع برا المستودع وتبدأ تبيع هذه السيارات وكل ما توصل سيارة للميناء عشان تبيعها بيتصل يوسف أمير ويقولك أنه إذا عندك سيارات ثانية فأرجع للمستودع أجيبها لإني أحتاجها وطبعا يوسف أمير هو الشخص المسؤول عن دفع الفلوس إذا قررت أنك تبيع هذه السيارات بشكل مباشر أما إذا قررت توديها للتشاليح عشان تفككها وتبيع القطع بشكل منفصل فهنا على الأغلب أنه جمال أمير ولد عم يوسف أمير هو الشخص المسؤول عن هذه الشغلة وهو اللي بيرسلك الفلوس مباشرة على حسابك بعد ما تفكك السيارة بالكامل وبعد ما تبيع الثلاث سيارات اللي عندك بيصير مستودع فاضي وبنفس الوقت تحسابك في البنك فاضي من الخمس ملايين والستمية وتسعين ألف اللي دفعناها على هذا المكان فتجيك الفكرة أنك ترجع للكمبيوتر وتجيب سيارات ثانية عشان تعوض الفلوس اللي خسرناها على المستودع لكن المشكلة أنك ما رح تقدر تسوي هذا الشيء بسبب أنك سويت مهمات السيارات الثلاثة وهو العدد المسموح كل أسبوع بمعنى الثاني كل أسبوع أنت عندك ثلاث سيارات فقط وبعد ما تجيب هذه السيارات وتبيعها وتكسب منها فلوس فلازم تنتظر أسبوع ثاني عشان ترجع تسوي الثلاث مهمات وترجع تجيب ثلاث سيارات وهنا كانت الصدمة الكبيرة لأي شخص اشترى هذا المستودع يعني إذا بنتكلم بالأرباح فأرباحك كل أسبوع هي ثمانمية أو تسعمية ألف فقط ويمكن توصل مليون إذا يعني ها السيارة كانت فخمة وسعرها غالي شوي فالناس انصدموا من الموضوع وأنا شخصيا استغربت من السالفة لأنه مو معقول أبدا أنك تدفع ما يقارب الست ملايين عشان تربح أقل من مليون كل أسبوع شيء جدا غريب وشيء جدا غبي وما حد كان متوقع أن التجارة هذه تكون سيئة لهذه الدرجة ولا بأي شكل من الأشكال يعني مقارنة مع أسوأ مصنع باللعبة واللي هو مصنع تزوير المستندات فهذا المكان يعطيك ما يقارب الـ 38 ألف بالساعة إذا اشتريت كل التعديلات بمجموعة 912 ألف تقريبا كل 24 ساعة يعني تقدر تقول أن أسوأ مصنع باللعبة واللي صدر في 2016 أو قبل ثمانية سنوات تقريبا يعتبر أفضل بالأرباح من مستودع يوسف أمير واللي صدر في 2023 والسبب الكبير ليش كل الناس تحمسوا على هذا التحديث أكثر من أي تحديث ثاني هو بسبب أنه نزل في نهاية السنة يعني لما نتكلم عن كل التحديثات اللي نزلوا في نهاية السنة من 2017 وانت ماشي فكلها عبارة عن تحديثات أسطورية وحرفيا التحديث الواحد يعادل لعبة بالكامل فمثلا في 2017 نزل تحديث الفاسيليتي الأرينا وور 2018 سرقت الكازينو سرقت الجزيرة كايو بيريكو تحديث الوكالة The Contract وتحديث داكس ومختبر الأسيد فكل تحديث كان ينزل في نهاية السنة حرفيا يغير اللعبة بشكل جدا كبير ولهذا السبب الناس تحمسوا وقالوا أن هذا الوقت تنزل فيه أفضل التحديثات وتفاجأوا بالأخير بصدمة جدا كبيرة خصوصا لما نتكلم أن صاحب التجارة هو يوسف أمير وهو شخص غني جدا وعندها فلوس كثير واللي يذكرني أن روكستار جلسوا يتطبلوا ليوسف أمير كل الوقت وأن التحديث الجديد بيكون مخصص ليوسف أمير ومن هذا الكلام وفي آخر شيء ولما نزل التحديث المرة الأولى والأخيرة اللي قابلنا فيها يوسف أمير كانت لما اشترينا المستودع ورحنا عليه عشان نسوي المهمات الجديدة وبعدها يوسف أمير بيختفي تماما وكأن التحديث ما له أي صلة بهذا الشخص وبيصير تواصلك المباشر مع جمال أمير وهو شخص جدا غبي وبيجلس يضيع الوقت ويتصور مع السيارات الرياضية اللي تسرقها وتجيبها للمستودع ففكرة جدا غبية أن روكستار روجوا ليوسف أمير كل هذا الوقت وما شفناها إلا مرة وحدة في بداية التحديث فالأفضل أنهم كانوا يقولوا يا أخي يوسف أمير ما رح يرجع ولكن ابن عمه جمال أمير هو الشخص الجديد في التحديث وهو الشخص اللي بتسوي معها السرقات والمهمات الجديدة والشيء اللي يضحك والمهزل الكبير بهذا التحديث أنه في عندك رافعة أو يعني هذه الشاحنة الحمراء حق تسحب السيارات واللي لازم تدفع عليها 650 ألف أو مليون فلوس على النسخة الأفضل عشان تسرق سيارات من الشارع وتجيبها للمستودع وتفكك القطع عشان تكسب منها شوية فلوس ولا يروح تفكيرك بعيد وإنك بتطلع ملايين منها لأن أعلى أرباح ممكن تكسبها هي 60 ألف تقريبا على السيارة الوحدة هذه إذا كانت السيارة رياضية وغالية واللي تعتبر شيء نادر بصراحة لأن أغلب السيارات اللي جبتها شخصيا من هذه الشاحنة كانت قديمة ومكسرة وما تعطي غير 20 أو 30 ألف أرباح وهذا بعد انتظار ساعة كاملة بالواقع عشان تفكك قطع السيارة وتيجيك الأرباح منها وإذا قررت أنك دفعت مليون على الشاحنة وتبي تسوقها بالشارع وتفلم شوي على الناس واللعبين وتسحب سياراتهم فما رح تقدر تسوي هذا الشيء لأنه ممنوع أنك تسوق هذه الشاحنة بالوقت اللي تبيه وانت مجبر فقط أنك تستخدم الشاحنة في وقت المهمات عشان تسوق سيارات من الشارع بعدها خلاص بتوقف الشاحنة وما عندك أي مجال أنك تسوقها بتخيل أنك تدفع مليون فلوس على سيارة وبالأخير ما تقدر تسوقها وبتوقفها داخل المستبدأ عشان تتفرج عليها أو تسوق بعض السيارات وتكسب ما يقارب العشرين أو ثلاثين ألف من كل سيارة على أمل أنك تعوض المليون أو ستمية وخمسين ألف اللي دفعتها على هذه الشاحنة فخلاصة الموضوع أنه بعد أكثر من ثلاث أسابيع لتجربة مستودع يوسف أمير أو أقصد مستودع جمال أمير أقدر أقول أنه هذا أسوأ مكان باللعبة وأسوأ تجارة ممكن تشتريها وحرفيا أسوأ مصنع باللعبة يعتبر أفضل من هذا المستودع وتسعمية وخمسين ألف أو حتى مليون كل أسبوع تعتبر جدا قليلة وما تسوي أي شيء مقارنة مع أي تجارة وأملاك ثانية باللعبة وكان المفروض روكستاري نزلوا هذه المهمات وهذا المستودع بالسعر أرخص وأن يوسف أمير دائما موجود بالمكان وأنك تقدر تسوق الشاحنة في أي وقت به وأن عدد السيارات والمهمات لنهائي مع مهلة انتظار بسيطة بين كل مهمة فكان بيطلع تحديث جدا كويس وبيصير مشابه بشكل كبير لتحديث الأوثوشاب مع اختلاف الأشخاص والمهمات والسيارات ولكن نقدر نقول أن روكستار حرفيا جابوا العيد بهذا المستودع وما أنصح أي أحد يشتريه إلا يعني إذا كانت فلوسك كثيرة وما تعرف أن تصرفها فاشتري المكان وجرب المهمات الجديدة لأن فيه كم مهمة كويسة مع أنك لازم تنتظر كم أسبوع عشان تروح المهمات القديمة وتجيك مهمات جديدة على الكمبيوتر وعرف أني طوضت جدا عشان أنزل المقطع وكان لازم ينزل قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا ولكن مع الأسف ما صار عندي أي فرصة أني أنزل هذا الفيديو بكل الأحوال من هنا أكون صد لنهاية المقطع أعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسى من اللايك والاشتراك وشوفكم فيديو جديد بإذن الله